مهرجنات بديع اللبنانية صارت حاجة ميس إن كان لأبناء البلدات أو إن كان لألنا نحن يلي منزور المناطق بطريقة أكتر فعالة لما بيكون في مهرجنات وممكن أن نتوجه لموضوع معين ولنشاط معين بهمنا ببعض البلدات وأكترية البلدات بلبنان نحن نروح اليوم على صيدون لنرى المهرجين اللي يبدأ بعشراء بشو رح يتضمن أهلا وسهلا فيكم معنا بسيدي رئيس بلدية صيدون سيد عيماد خواند أهلا وسهلا فيك رئيس معنا كمان ربع خواند مساعد بالتنظيم بالمهرجين كمان الحلو بالمهرجانات ببلدات لبنانية أنه أهلا الضيعة بيكونوا كلهم مجندين بهالإطار أستاذ عيماد دوين صيدون بالتحديد؟ صيدون ضيعة بمنطقة جزين تعلق عن سطح البحر 750 متر موجودة على بعد 20 كم من صيدون هلا للوصول إلى مفروض إطلع من حارة صيدة عين الدلب لقرية جنسناية وادي الليمون برتة رمات صيدون يعني قدي بتبعد عن صيدة؟ بتبعد شي 20 كم وعن جزين شي 20 كم صيدون رح تكون لك هنا ببداية مهرجانا نهار بعشراء الشهر؟ بيتماء بعشراء بتبلش في عندك صهرة بيحييها الفنان عبدو ياغي وبرجيت ياغي حفلة مجانية هايدي برعاية البلدية وفي 11 الشهر في عندك رالي بايبر كمان برعاية البلدية من تنظيمنا نحنا وفي عندك كارمس بيبلش من 14 ل 16 الشهر فيه ألعاب مثلاً تيروليان رابال ماجيسيان دوكشو هادي كلهم كل حداً من شباب الضيعة مستلمشي منهم وهودي القصص طبول كارمس روني خوانت هو الكن أيمب هذا الشي وفي عندك دورة باسكت كمانة بسبعتاش وثمانتاعش هايدي بالويكند هادي هوا المهرجان من 10 ل 18؟ ايه من 10 ل 18 اكيد نحنا أصلاً بلش عنا يعني إذا بدك تطلع على الضيعة كاليوم عم بيعملوا صهرة وفيها عيد السيدة اللي عشاء القروة سنوية؟ اكيد 14 شهر يعني هيدا تقليد ثابت كل سنة ليش اهتمام بلدية بمهرجان تطلع تفاصيل مهرجان من هالنوع كمان عندكم كولوند فاكنس كنت قلتلي للولاد يعني دايما تكون هيك ضيعة مجموعة وكل النشاطات هي مجانية خبرني اهتمام البلدية كيف؟ يعني البلدية بالمبدأ مش لازم بس تكون عم تركز على الحجر يعني لازم تكون عم تركز على الحجر وبشي محل على البشر كمان يعني إلى جانب الطريق والرصيف والاهتمام بكل الشؤون الحياتية لازم لازم نهتم بالناس ومن هاك بيجي بيجي اهتمامنا بإقامة هادا المهرجان أدفها لانتعطي البحر زي الصيدون؟ تعالى 750 مات يعني هي مصيف نوعا ما صحيح ما هو مبدأيا ليش اسمها صيدون يعني إذا منرجع تاريخيا صيدون كانت مصيف لملوك ملوك صيدة صيدون اسم صيدة القديم أهالي صيدون بيتوجهوا خير الصيف على الضيعة؟ أكيد في عندك ناس على طول متواجدة فوق يعني فيه تقريبا شيء ستين سبعين بيت هضة صيف شتة قاعدين فورا والشباب الصيفية يعني والعالم كلها بشاعة مهرجان من عشر لثمانتعاش النشاطات والحفلات هي مجانية والكل ما ضعوين عليها يعني من خارج صيدون كمان؟ اه 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 كله الدعوة مفتوحة للجميع يعني نحن كليوم عم بيعملوا كنفواج الشباب وهيك يروجوا المهرجان أكتر يعني بتضيع اللي حولينا كلها مش بيصيدون كمان في زراعات معينة بتدعموها؟ صحيح يعني قديما نحن كده نعتمد على زراعة الدخان هلأ مع صعوبة هالزراعة عم بتخفي شوي وعم ياخد محل الزيتون وعدة زراعات تانية كمان في يعني توعي ودعم بهالإطال يعني نحن كمان من ضمن تعاون بلدية عم نتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية اللي موجودة بالضايعة لأنماء هالضايعة ومساعدة المزارعين نعم ترجع للمهرجان بعشرة الشهر بداية المهرجان فإذا أول سهرة رح تكون مع عبدو ياغي ومع عبدو ياغي أكيد يعني هيك هيكون أجواء كتير حلوة ومميزة إن شاء الله أكيد هيدا بعشرة الشهر بـ 14 في العشة القروي بـ 14 في العشة القروي فيها كريستيان أبو نادر الفنانة هي اللي ستبلش الصهرة بيرجع من بعدها شادي نصر الفنان شادي نصر وعشة قروي يعني بالضايعة وهيدا أكيد مجانة ومين ينظم كل هالمشاريع؟ يعني عم نتعاون نحن كذا شخص بالضايعة مع تعاون مع البلدية يعني ونحن كذا شاب عم نمشي المشروع في عندك روني في عندك جو فيك تحية للجميع كلهم يبقى تخوناها طبعا أهلا وسهلا فيكم عبد الكل سنة فإذا منرجع مذاكر بي صيدون اللي تبعد عشرين كيلومتر عن صيدة بنطلعها من حارة صيدة مضبوط رح يكون مهرجين من عشر إلى ١٨ الشهر مميز أي نهار كنتوا حابين نتزوروا هالمنطقة رح يكون في عندكم نشاط أهلا وسهلا فيكم عبد الكل سنة مشاهدي نواقفها لأم نرجع منتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة